السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلاص خلصنا الاعدادية وعاوزين نخش السنوية تعالوا نشوف كده في بديل للسنوية العامة في بدأة كتير للسنوية العامة مش بديل واحد في 37 مدرسة بديل للسنوية العامة فيها مزايا كتير واسيب لك لينكات أسفل الفيديو أو في أول تعليق هيقول لك كل مدرسة فيها مزايا يعني مثلا مدرسة توشيبة العربي المدرسة دي متخصصة في مجالات التركيبات الكهربائية والتبريد والتكييف والتصنيع الميكانيكي والمجموع ما يقلش عن 220 درجة وما يزيدش السن عن 18 عام في أول أكتوبر وبتقبل طلاب إعدادي أظهر أو إعدادي التربية والتعليم كمان وتشترض اجتياز متقدم اختبار في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات اللي الوزارة بتحطها وتبقى في مقابلة شخصية والميزة كمان إن خارج المدارس دي بيسافرهم لليابان يكملوا درستهم أدي أول مدرسة توشيبة العربي أما مدرسة السويدي السنوية بتوفر مدرسة دي وظيف في مجموعة السويدي في أقسام صناعة الحلو الصلب البلاستيك الخدمات اللوجستية ميكانيكا صيامة إصلاحات طاقة قبلات محاولات حاجات كتيرة جدا يا جماعة ويشترط أن الطالب يكون حصل على الشهاد العدادية بحد أدنى 280 و220 يعني 220 و280 في الفترة دي كلها وما يزيش للسنة عن 18 عام وكمان مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بتضم تخصصات زي القهربة والميكانيكا ومزايا كتير جدا بعد التخرج ممكن يبقى فيه شهادات خبرة زي تجودة عالمية وبتفتح بقى المجالات للصفر برا والتكنولوجيا التطبيقية والحاجات دي كلها وهيتم فتحة باب التقديم إن شاء الله في شهر يوليو المقبل أما المدرسة التالتة معانا مدرسة وي للتصالات ودي أول مدرسة في مصر متخصصة للتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبشترط حصول الطالب كحد أدنى 250 درجة ولا يتجاوز عمره عن 18 عام في أول أكتوبر ويشترط كمان أن يكون الطالب لائق طبيا ويجب أن يكون الطالب مصر الجنسية من أبوين نصريين ولازم يكتاز اختباراته القبول والمقابلة الشخصية اللي بيكون مدرسة فيها 3 سنوات أما المدرسة الرابعة معانا مدرسة الضبع النووية مدرسة الدراسة بها 5 سنوات بتقبل مجموح حد أدنى 265 درجة وما يقلش درجة الطالب في لغة الإنجليزية ورياضياتها عن 90% وخارج المدرس بيحصل على الدبلوم الفن الصناعي وفي 3 أقصام هناك فيه كهرباء فيه إلكترونيات فيه ميكانيكا ومصروفات العام الدراسي بها حوالي 3200 جنيه سنويا وقابلة للزيادة والطالب بيكون معرفة بنظام الكمبيوتر تعريف جيد وبيكتاز كل الاختبارات والهيئة والتعيين مباشرة في مفاعل ضبع النووي السلمي أما المدرسة الخامسة معانا مدرسة الطاقة الشمسية اللي أنشأت هذه المدرسة في مدينة أصوام عقب إنشاء أكبر محطة طاقة الشمسية في أصوام عشان يستطيع المحطة فنيين مهندسين بس خلي بالك لا يقل عن 260 درجة ده مجموعك عشان تقدر تقدم في المدرسة دي ويشترط أن يأخذ المتقاضي من أي موانع صحية وكمان بيتعامل هناك مع محطات الطاقة الشمسية بكل يعني ثقة أما المدرسة السادة معانا مدرسة غبور للسيارات وطالب مدرسة غبور بياخد ثلاث شهادات شهادة ديبلوم التلمزة الصناعية من مصلحة الكفاء الانتاجية وشهادة من الغرفة الألمانية العربية للصعب والتجارة وشهادة CIS بإتمام الدراسة تبقى لنظام الألمان المزدوج ولا يقل مجموعه الطالب طبعا عن 180 درجة وتتم العملات التعليمية تبقى للمناج الألماني ويبقى فيه خبراء ألمان ومهندسين مصريين ولازم يشترط اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى أما المدرسة السابعة معانا مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل السنوي والمدرسة اللي فازت بأفضل عشرة مراكز للتعليم الفني على مستوى أفريقيا وحصلت على منحة حوالي مليون دولار لإنشاء مراكز تدريب مهني والحد الأدنى فيها يا جماعة 220 درجة ومنذ الدراسة السبع سنوات والخارج بقى من المدرسة اللي بيحصل عليه الباكالوريوس وبشترط في المدرسة اللي اجتياز القدرات اللي بتشمل لغة إنجليزية ورياضيات ومعارات الصلاة والمظهر العام طبعا كل حاجة فيها بضقة أما رقم 9 معانا مدرسة الدهب والمجوهرات اللي موجودة في مدينة العبور ومتاحة لبنين ويبنات ومتخصصة في كل المجالات تكنولوجيا صناعية لصناعة الحلية والمجوهرات ويتم إنشاء المدرسة بالتعاون مع شركة إيجيبت جولد وللتعمل مجال صناعة الدهب والمجوهرات ويشترط اجتياز اللياقة الصحية والبدنية والمقابلة الشخصية واكتياز اختبارات اللغة عربي وانجليزي ورياضيات أما المدرسة العشرة معانا مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ويتم تعاني خارجي هذه المدرسة بالشرقة القابلة للمياه الشرب يعني يا فلوسك يا بلد والصرف الصحي وفور تخرج المدرسة دايما بيتوزع بقى على المحافظات وطبعا المدرسة دي موجودة في محافظة القاهرة والبحيرة وبنسويف والمنوفية وأسيوت وتعمل على تأهيل الطلاب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر وطبعا دي خاصة بشركة القابلة المياه الشرب والصرف الصحي وطبعا بيشتغلوا داخل الشركة دي أما الـ 11 معانا مدرسة الهيئة العربية للتصنيع بيشترط فيها إن الطالب من المقومين في القاهرة واشترط إن يكون الطالب حاصل على شهد الإعدادية بمجموعة ليقل على 220 درجة وبتكون كسافة الفصول لا تزيد على 24 طالب أما مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر بدأت الدراسة فيها في 2018 بين وزارة التربية والتعليم الشراكة طبعا وتقع في مدينة بدر وبتقبل الطلاب من بدر والشروق والعاشر والعبور وبالبيس والسلام وما يجاورها ودرستها ثلاث سنوات أما التعليم المجدوج من أهم المدارس المتاحة بعد العدادية ولها إقبال شديد ومنذ الدراسة فاته ثلاث سنوات وبتمنح الطالب دبلوم السانوي الصناعي وبيتقاد الطالب مكافأة شهرية طول مدة الدراسة وبتتمازي المدرسة بالاهتمام بالتدريب العملي وبيقسم الأسبوع لأربع أيام عملي ويومين نظري ولو الطالب رصب لا يمكن إعادة وعليه يحول لأي مدرسة تانية وبيحصل على شهر واحد فقط أجازة خليل السنة أما مدرسة إلكترو مصر دي متخصصة في مجال السيانة بالكهرباء وشركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية للغرفة الفرنسية وبتقبل الطلاب قاهرة قبرى وجيزة وأليوبية وكمان جميع الطلاب تعرف كل التخصصات سواء تكنولوجيا وتطبيقية وتخصصات فني وهندسة وهيتم فتح باب التقديم إن شاء الله في شهر يوليو المقبل مجموعة فوليكس فاجن للتكنولوجيا برضو لجميع الطلاب الأددية فيها كل تخصصات تكنولوجيا وتطبيقية وفني وهندسة ويتم فتحها طبعا في شهر يوليو المقبل أما مدرسة الانتاج الحربي بقى وضرب السلام للجيش المصري الانتاج الحربي بالسلام بتخصص فيه تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا القهرابة وإلكترونيات وكل ده بشراكها مع وزارة الانتاج الحربي أما مدرسة الانتاج الحربي برضو في حلوان بتتخصص تشغيل المكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة ومعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعالم والبطر وكماويات وكمان تركيبات كهربائية ومعدات كهربائية وحاسبات وتبريد وتكييف وانجارة والميكانيكا يعني شاملة يا جماعة أي حاجة تخص الجيش بأمانة دخل نفسك فيها وما تترددش أما مدرسة أحمد تعلب الفندقية بتستقبل الطلاب من محافظة القاهرة مع شركة طبعا شراكة أمريكية ومؤسسة مصر الخير متخصصة في مجال الإدارة وتشغيل المطاعم أما مدرسة البترول بقى ويا فلوسك يا بترول بشترد فيها الطالب 260 درجة بس موجودة يخسر في القاهرة والجيزة واسكندرية ومارسة مطروح والإسماعيلية أماكن محددة أما التمريضي العام وده بقى يعني ما شوء الله دلوقتي بقى لها كليات كتير تابعة الوزارة الصحة وموجودة في كل المحافظات وهي دي معروفة وخارجة طبعا بشتغل في المستشفيات سواء بقى تأمين أو صحة وكلام من أما مدرسة العسكرية الرياضية ادراسة داخل المدرسة داخلية يا جماعة عدا المرحلة اللي بتلاقيها بيكون بالمجان وتكون وفق مناهج وزارة رباية التعليم وتهتم بالرياضة وبشترك بقى في كل المطولات سواء محلي أو دولي أما مدرسة المتفوقين لازم يكون الطالب يعني حاصل الشهادة العدية ومزيدش عمره عن 18 عام وأني أكتاز الطالب تشفى الطبي والتأمينات وكمان مجموعة درجاته لا يعني بتزيد بنسبة تعادل 8% المجموعة الكلي واشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النائية في مادة واحدة على الأقل فيه 3 مواد انجليزي ورياضة وعلوم ويكون مجموعة درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة 95% من المجموعة كلي خش بقى على مدرسة غبور التكنولوجيا الطبقية لجميع الشهادة العدرية وفيها كل تخصصات تكنولوجيا وطبقية بمختلف تخصصات فني وهندسي ومدرسة غبور متخصصة في الصيانة السيارات ومركبات خفيفة وهيكل السيارات ودهان السيارات وأي حاجة تخص السيارات كلها وطبعا بتبقى فيه فرص تعيين في الشركة ومصانع وشركات يعني كتيرة جدا فيها وهي تيم فتحها طبعا في شهر يوليو المقبل خش بقى على مدرسة الإيطالية مدرسة السنوية الإيطالية سلزيان ببدلت فهد طالب لغات إيطالية إنجليزية عربية فيها ببدلت دراسة خمس سنوات فني وثلاث سنوات صناعي بتعادل نفس معايير التدريب والتأهيل لدى المعهد العالية بإيطاليا ويا بختك اللي تسافر أما مدرسة السنوية البريطانية وإنجليش بقى وخش بقى على بريطانيا وحلوتها ودي شهادة تعادل السنوية العامة ولكن معتمدة دوليا ونظام تعليمها باللغة الإيطالية وبعد ما تنتهي بيخضع الطالب اختبار يعني جامعة كامبرج البريطانية يعني هتسافر يا باشا وتعيش أحلى عيشها أما مدرسة الفنو التكنولوجيا التطبيقية دي متخصصة في تركيبات واجهة الإضاءة والصوت والتصوير والخدع والتنقل والأقناعة والمكياج وحاجات كتير بقى الوى الدمية والعرائس والتركيبات وإصلاح وموسيقى حاجات كتيرة يا جماعة وكمان بتبقى فيها إضاءة خشب المسارح والحرف اليدوية ومتركيات ورقية ويتم الحصول طبعا كفرص تعيين بمصالح الشركات كتيرة جدا خاصة الشركات المتخصصة في هذا المجال وبتاخد شهادة مصرية ذاتة جودة عالمية وتتفتح إن شاء الله في شهر يوليو المقبل أما مدرسة الأساس بضميات بلدنا الغالية متشطرة لأنت بتحصل على الإعدادية وبتاخد حد أدنى نقبل مدرسة ولا يعد هذا شرط لقبوله أما البحر وعاوز تقوم ولا حاجة مدرسة السنوية البحرية مدارس متخصصة في البحيرة وإسكندرية والسنوية البحرية ببور فؤاد وببور سعيد وضميات عندنا وفرأس البر والخدمات اللوجستية أما الترسانة البحرية بإسكندرية يشتر سأل لا يقل مجموعة طالب عن 210 درجة مرحلة أولى ويكتاز اختبارات طبية وبدنية وكمان يعني حوالي 3500 قيمة مصرفاتها أدرس يشوفي عندك مدارس كتيرة جدا ولسه فيه مدرسة الصالحية التكنولوجيا التطبيقية في محافظة الشرقية ومدرسة الصالحية الجديدة متخصصة في التكنولوجيا والزراعية والرأي أما مدرسة اي تيك التكنولوجيا اللي هي مشهورة جدا تابعة بشركة بي اي ام وطبعا دي من المدارس المتخصصة أما مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية موجودة في التجمع وعتاد بالقاهرة في محافظة القاهرة وتقبل محافظة القاهرة فقط ودي متخصصة في تشتباط المعمرية وتبريد وتكييف وشبكات صحية وانجارة اما مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية فيها تكنولوجيا كتير جدا انتاج وتصنيع الالبان والحصول كفرص تعيين ومسطع وشركات الشريك فيها بعد التخرج اثناء فترة الدراسة بتاخد شهادة مصرية لها جودة عالمية وهتم افتتاحها ان شاء الله في شهر يوليو المقبل مدرسة الكترو مصر التكنولوجيا التطبيقية صيانة كهربائية لها مميزة كتير فرص تعيين في المصانع وشركات الشركة الصناعية فيها وطبعا فترة الدراسة بيكون فيها شهادة مصرية ذات جودة عالمية ويتم فتحة تقديم في شهر يوليو مدرسة البترو كيميويات ومسك دايما في كل المدارس اللي زي دي طبعا دي حصلت على المركز الاول في نسبة النجاح المتقدم فيها بنسبة 100% من بين 49 مدرسة على مستوى الجمهورية ويشترط 275 درجة المدرسة التجارية المتقدمة مدة درسة في 5 سنوات وموجودة في محافظات كتير مدرسة الغزل والنسيج بتاخد حافظ شهري وبدل تدريب داخل المصانع وتتراح ما بين 300 جنيه لـ 500 جنيه بحسب صف الدراس أما آخر مدرسة معانا مدرسة الصيد وتربية الأسماك ومنتشرة في كل محافظات الساحل في قفر الشيخ فيها أساطيل الصيد و37 مدرسة هوا يا جماعة أفضل من السنوية العامة اختار اللي انت عاوزه بس ما تتصرعش لأن كل مدرسة وليها مزايا أسيب لك لينك في كل المدارس دي وفيها كل اللي انت عاوزه كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال أندلس في أمان الله